اهلا بحضراتكم من جديد قلتلكوا قبل الفاصل يحلو الكلام لان الحقيقة الرؤية الموضوعية العلمية في النقد الرياضي قليلة والرؤية الاحصائية المعلوماتية الدقيقة قليلة قوي فلما يجتمع قدر كافي من الرؤية الموضوعية مع الجانب المعلوماتي مع رصانة الكلام مع مسؤوليته لأن نبقى قدام حالة نقدية يستحقها الدكتور طاري الأدور دكتور أهلا بيك أهلا بيك يا سبري يعني مش قوي كده وحيشني وستمتع وانا بسمعك عنك والله يا الله وانت وحيشني جدا طبعا وتعرف عشرة عمر طبعا وفي بلاط صاحبة الجلالة ومن زمان وإحنا بنتناقش في قضايا كبيرة ومرت بنا أيام وأيام من اللقاش في قضايا عديدة يعني صحيح صاحبة الجلالة أخبار هي معاك يعني أنت أصله أنا قلت قبل الفصل أنت صاحب السبعة مش صاحب البلين يعني يا جماعة الدكتور طاري الأدور طبيب ممارس واخد دكتوراه فشجال على المستوى المهن والطب يعني أي حد فيكو عيان تعبان الدكتور طاري باطنة مش كده آه مستوى فماشاء الله في الجانب العلمي المتخصص فيه حد سواء لا حرج معلق رياضي كلكم بتستمتعوا بتعليقاته وبتحليلاته وبرؤيته صحفي عضو نقابة الصحفيين نائب رئيس تحليل جارية الجمهورية طب دي الكورة بس هتلاقيه كمان في الكورة الطائرة عضو اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدولي أنا مش عايز أقر بس أعتقد كفاءة موسوعية تستحق على التحية لا بس هقول لك هو الموضوع أنت في الميديا ويمكن إحنا تعلمنا زمان وبأسف أن أنا أقول للوقتي الصحفيين الجداد مش عايزين يتعلموا اللي هو إيه أنت لازم تبقى تعرف كل الرياضات تفهم أن ده ماشي إزاي وده ماشي إزاي وأن أنت تبقى عارف مثلا لو كانت دي موسابقة رفع أسقال إيه إيه نظامها وإيه الحكاية بتاعتها وإيه الأبطال دول بيعملوا إيه إنك لو كانت تايكوندو تبقى عارف جودو تبقى عارف طائرة تبقى عارف يد تبقى عارف فده تبقى مهمة أنت كصحفي فاكر إحنا زمان ما كنا من التنقش حتى في اللعبات التانية صحيح مش في كورة قدمة فاكر كلمة جولات في البسكت أيها من لوحة سنين العمران أيها مزبوط مزبوط كلها يعني حدتة واحدة الإعلام الرياضي لازم أنت تكون يعني إيه متعامل مع كل أطرافه عشان يعني تقدر أنك توصل لكل الرياضات دكتور متابع طبعا بداية الدوري أه طبعا إيه ملامح الدوري بالنسبة لك في بدايته شوفه الملامح ظهرت بدري قوي أنه حيكون دوري ربما أقوى من الدوري اللي فات أقوى أقوى كمان من الدوري اللي فات يعني الواضح أورطك بدري بدري واخليك تتوقع من بطن الدوري وترجعت أعتذر لا بص حولك الحاجة أنا بالفعل أعتذرت كتير وأعتذر كلما أطلع في حتة أعتذر أنا حييتك على الفضيلة دي على أننا توقعت أن الزمالك بطن الدوري اللي فات هذا التوقع كان مستند إلى إيه وإحنا كلنا عارفين أن هذا الأمر أن النادي الأهل لم يكن في أفضل مستوياته وأن النادي الزمالك بدأ بداية قوية جدا وبعدين في الوقت اللي دايما بيكون مفترق الطرق إيه هو الوقت اللي تكرر سنين وسنين وسنين أن الزمالك يبدأ يفقد والأهل يروح ماسك في النقطة ما يفقدش نقطة خالص فلو حتى كان فارق عشرة فلو الزمالك خسر والأهل كسب فالعشرة بقوا سبعة فضل دا يكسب ودا يكسب وبعد كده اتعادل الزمالك والأهل برضو بيكسب فالعشرة بقوا خمسة كذا لغاية ما الأهل يقدر يعوض فالفترة اللي ابتدى الأهل بقى خلص من بطولة أفريقيا والمفترض أنه يعوض الفارق الكبير اللي كان مش فارق كبير في النقاط قدمه فارق في عدد المباريات يعني الأهل كان لعب 6 مباريات وزيما كان لعب 14 وإصابات كتير وإصابات وكلام من دا الإصابات دي احنا تكلمنا فيها كتير قوي احنا لو تفتكر في الوقت مش طبيعية حاجة غير طبيعية أنه أنت تتعرض لهذا الكام من الإصابات وبالشكل دا وفي أوقات متلاحقة شيء يعني غير مسبوك في أي فريق في العالم فالأهل بقى وهو عايز يرجع للدور أول راجع للدور بعد بطولة أفريقيا وكان فيه طبعا صدمة كبيرة عند كل الجمهور لأن الحقيقة حقيقة يعني وعند نقولها أن الأهل بطولتين متتالياتين لدور الأبطال كان يستحق تماما أنه يفوز باللقب صحيح بالذات بتاعة 2017 دي يعني مش ممكن حد يتخالم دي أهل يفقده أنك بتكسب التراجي وتكسب التراجي هناك يعني بعد النتيجة سلبية جدا التين والتين في القائرة تكسب التراجي هناك وبعد أن النجم السحيلي ست أهداف ست جوال في النجم خلاص ده مشروع بطل ما فيش لا محالة يجي قدام الوداد اللي هو إيه المفروض أنك عدت فرقين أقوى الأهل يفقد اللقب وفي النهائي كانت صعبة قوي السنة اللي بعدها بقى التراجي كمان التراجي اللي أنت كسبته أربع مرات متتالية اللي الأهل يكسبه أربع مرات متتالية خارج ملعبه آخر أربع مرات قبل المرة بتاعته اللي فاتت أربع مرات بتكسبه خارج ملعبه أنت بقى مهت بفوش كبير ثلاثة واحد يعني كل الأمور مهيئة فنياً ونفسياً ومعنوياً وتاريخياً وكل حاجة أن الأهل يكسب اللقب يفقد اللقب المرة التانية فطلع الأهلي المفروض أنه بقى الدوري مهم يعني يعني أنت برضو بلقم صحف منك هتضطرين أن أنا أقطع حتة الدوري خليني في أفريقيا بأن أنت أشرت النقط كان الأهلي مع الوداد منطقياً ما يخسرش لكن أبداً لكنه ما يحدث في ملف الاتحاد الأفريقي وتحكيم المباريات النهائية على وجه الخصوص والتدخلات اللي بعد كده بدأنا أن نتكشف حقيقتها رأيك إيه ما هو ما في نهائي منهم إيه اللي هو حصلت فيه كوارث تحكيمية مؤثرة مظبوطة أنا معاك بس إيه أنا مش عايز أرتكن أولي للتحكيم ليه يعني مش عايز أحط هو غنصر فايصل بس أنت ده أنت عندك يعني الفاينال الوداد والتراجي ما زال في المحاكم آآ آآ بالضبط اللي حصل إيه بقى انتحاد الأفريقي انكشفت حاجات كتير أوي كانت غلط وبي لما بتتعرض لأكتر بيشتب حكام آآ آآ توقف حكم وبعدين ترجعه وبعدين تشتب حكم وبعدين تبس لا يعني حقول لك على حاجة يمكن عدت على الناس مرور الكرام آآ السنة اللي فاتت زي دلوقتي انتحاد الأفريقي أصدر حق بشط 12 حكم مدى الحياة مش واحد ولا اتنين اتناشر اي وانت عارف القيمة الملحقة بعد كده مطلع قرار شطب عليه وعشرة يعني 22 حكم يتشط بفقرارين 22 فاسد آآ آآ مش مختل وبعدين لأنه هو بيشطب اللي ثبت فساده بالضبط بالضبط مش اللي عنده أخطاء فنية وبعدين ييجي في البطولة اللي فاتت كمان ما حدث في النهائي كان صعب قوي انك تتخيله يا نهائي يعني عارف مطش في النص كده محدش يقب باله ممكن تلاقي نصري العالم كلما يتفتح وبعدين اصبحت قرض أفريقيا الوقتي تعرف يعني كل العالم وكل أوروبا ده كاس الأهم الأفريقية كانت أكثر متابعة من كوبا أمريكا كمان ليه بقى لأنك انت بقت فرصة ان انت الوقتي بقى معدلات تواجد اللعيبة الأفرقى المميزين واحد إلى أربعة يعني كل فرقة فيها كل عشر لعيبة بتلاقي منهم أربعة أفرقى ده كان الكلام في زمان وهم يعني ما كانش موجود لكن دلوقتي عدد اللعيبة الأفرقى المميزين جدا اللي موجودين في أوروبا طمعوا أوروبا في انها ده منجم ده بقى ده نجيب منه فأصبحت كاسر أمم الأفريقية اللي بتتلعب في نفس توقيت 2019 نفس توقيت كوبا أمريكا المتابعة لكاسر أمم الأفريقية أكتر ليه المصلحة أكبر ان بيعتبر ان كوبا أمريكا اللعيبة اللي موجودين دول ما احنا عرفينهم ومرطرح أوروبا غلص وموجودين بطولات أفريقيا كمان وبطولات الأندية أكتر ده انت الوقتي الأندية بقتت بتغير جلدها كل سنة ليه لان اللعيبة اللي بتظهر من خلال دور الأبطال بتتطروح أوروبا وتتقلق لان فرقة زي ما زين بيديد كل سنة طلع على اثنين ثلاثة زي الوداد اللعيبة اللي هما لعبوا الأهلي دول راحوا فين منهم اتنين في الزمال يعني يعني بتدي الانتشار جامد جدا من خلال دور أبطال أفريقيا فلا تستحق بطولة كبيرة زي دور أبطال أفريقيا ان هي يكون عندها هذا القصور في نواحي كتير سواء نواحي تنظيمية ان انت لازلت حتى يومنا هذا تلعب في جور نقمح مش ملعب وطبط كده لو عربية مشيت فيها السوسة تكسر بالضبط مش اللعيبة لا وبعدين ايه في فار لا مفيش اه فدي بقى مشكلة تانية يعني ايه ألعب الزهاب بالفار والعودة لا بص حكاية الفار دي يعني اسمح لأقول لك يعني من خلال مصادر انها كانت متعمدة تم متعمدة في مطش الاهلي اللي هو نهائي 2018 وعملوا نفس الموقف في نهائي 2019 بالضبط اللي هو ان الفار يبقى موجود ذهابا رغم ان انت برضو الفار بمعناه الحقيقي مش هو الفار اللي استخدم في النهائي ده ولا النهائي ده الفار اللي بنستخدمه حتى يومنا هذا هو الفار معتبت على كاميرات التلفزيون يعني افرد كاميرات التلفزيون جابت زاوية وحشة خلاص هي دي اللي عندك مفيش غيرها زاوية تانية من كاميرا هنا وبتاعه خلاص لكن الفار نستعين بكاميرا من كاميرات التلفزيون لكن الاساس فيه كاميرا معمولة على خط التسلل كاميرا معمولة وراجول كاميرا معمولة على خط التسلل التاني كاميرا معمولة على زاوية الحكسية ومحطوطة بقى ايه بشكل فني دقيق جدا الكلام ده مش موجود فانت برضو ايه المفترض ان بعد انت عارف دورة الطارق افريقا دي بقت مكاسبها رهيبة طبع غير زمان بدليل ان انت جوائزها شوف ازدادت من مليون لمليون ونص لتنين مليون لتنة مليون الموضوع في زيادة ونسعة زيت تاني لان تسويق البطولة دي اصبح كبير جدا وخلينا فكرك يا دكتور وانت طبعا سيد الاحصائيين والمؤرخين انه كل الجوائز دي بدأت بكوارس تحكمية في السوبر واحتجاب الاهل وانسحابه في 94 وغاب وقال لك ساعتها مجلس الادارة ان البطولة بتكلفنا كتير جدا ما بتجيبش اي عوائد بدل الاتحاد الافريقي بعد عودة الاهل يفكر في انه ينمي موارده وكلها جوائز بالظبط لا ده كمان بقى مش يغير بس ده هو عمل كوبيو بيست من بطولة دوري ابطال اوروبا بالظبط ده مكسر كوس زمان كان كله نوك اوت لغاية اخر بطولة اللي هي بتاعت 96 من 97 اللي هو بعدها بسنة رجع الاهل غير خلى دوري ابطال من مجموعتين مجموعتين دول بأربع مجموعت من السنة اللي قبل اللي فاتت فاتطورت البطولة التطور رهيب في مجرياتها بقت كمان الادوار بتاعت المجموعات دي المبارات بتاعتها بتقام بشكل مستقل يعني ما تلاقيش مباراتين في وقت واحد زمان كان ممكن تلاقي تلات اربع مبارات في وقت واحد لا دلوقتي عشان طبعا في الادوار التأسير من الادوار التمهيدية واللي حيحصل ان تلات مرشط في يوم واحد دي من الاندية مصرية لا في دور المجموعات لا يمكن تلاقي مثلا الاهل بيلعب الترجي في نفس توقيت الوداد بيلعب مازينبي شركات التسويب تتدخل في الجدول ما بقاش بقى من رأي النادي بس يعني النادي ممكن يرى ان انا حلعب يوم لحد الساعة اربعة لا لا ونادي تريح هلعب لا اقول لك هتلعب يوم كذا هتلعب اه بالزبط خلاص بتترتب الموعيد وبعدين خد بالك مر مرور الكرامة على الناس ما حدث من تطور في طول الدور الابطال بالنسبة للموعيد لم يقابله تطور بقى فني اللي انت بتكلم عنه بقى ان الحكام لازم يكونوا بشكل مشرف واني ما يكونش فيه الاخطاء اللي تفسد بطولة بقى جوائزها 3 مليون لا بقى برضو 3 مليون دولة يعني 60 مليون جنيه مصري وتقاهله بطولة العالم بجوائز تانية بالزبط يعني انت اللي بيكسب ده مجرد انه يكسب بطولة افريقيا ضمن 5 مليون 3 من دي و2 الحد الادنى اللي بتبطل للكاس العالم بالزبط فاصبحت لازم بقى انا اتعامل معها باحترافية شفت ما بيحدث من احترافية في دورة ابطال اوروبا دورة ابطال اوروبا اصبحت دولة المساب التسويقية الاولى في العالم اكتر من كاس العالم واكتر من كاس اوروبا واكتر من اي بطولة تانية ليه لان جميع عناصر الاحتراف فيها سواء حكام ملاعب جماهير صحيح دخول والناس وخرجها والاسلوب التشويقي في النقل التلفزيوني دول منطبط اوي حاجة اسطورية عشان كده الوقت زمن انت دورة ابطال اوروبا ده كنا نعرف عنه في النهائي بس ناس تعرف ان النهائي اكسر دامو ويوبينت بالزبط دلوقتي الناس بتتبع مباراة بمباراة من اول دورة المجموعات ما بدأ يعني من اول جولة والناس بتتبع كل المباراة حتى الايام الاولى اللي هي بتاع الدورة المجموعات اللي بيقى فيها تامن مباراة في يوم واحد الناس بتبقى ايه تتابع ده وتنقل على ده وبعدين بعد كده يتفرج على اليوتيوب على ملخص المباراة التالتة والربعة وبعدين تاني يوم يشوف الاعادات بتاع المباراة الخمسة والساتة بتلاقي المشجع العادي تقريبا شافت تامن مباريات وده شيء تطور جامد جدا في صقافة المشجع فلا عودة للوراء بقى يعني انا طالما المشجع بقى بيشوف الحلو ما تقدرش تنيله الوحش ارفع نفسك بقى ما تقدرش بقى انت شايف انا هقولك انا حاجة حتى كتبتها في احد المقالات اللي هي خاصة بالملائب كانت تعامل كده رشتة مش طبية بقى رشتة دوائية لعلاج الكرة المصرية انا كتبت الدواء التاسع في عدد النهاردة في الجمهورية الدواء التاسع تسع قدوية يعني رشتة كتبت وش ودهر بس هل بقى المريض حياخد الدواء ولا حيبضل على مرض وكده ومنها حياخد الدواء فمن ضمن العناصر المهمة جدا الملحب يا جماعة اول عينك ما تسقط انا مرة قاعد مع اصدقاء وبعدين كان دور ابطال اوروبا كان مباراة مش فاكر كان ريال مدريد وطرف اخر فبتتفرج على الملعب نظيف والمشجعين والحاجة جميلة حاجة حلوة وبعدين فجأة عايزين ننقل على مباراة بتروجدت ومش عارفوا باحترامنا الاسم الناديين اصلا انت تتفرج على ملعب مصدي يعني ما فوش اجنيجيلة اصلا وانت ناقل النقلة انت لو شفتها الوحدة مش هتاخد بالك قوي لكن انت بتنقل من ده على ده لا ماينفعش خلاص انا الاوان لازم ترتقي كل المنظومة تحكيما وملاعب وجماهير اللي تخش ونظام ولوايح صارمة كل دي رشدها اللوايح مش تيجي اللوايح انها تطبقها وتيجي خايف من من صوت عالي ولا خايف من من دوشة تقوم ما تطبقش اللوايح هنا وتطبق اللوايح هنا وتمشي هنا وما تمشيش هنا كلامنا كله لازم بقى خلاص انتهى خش عصر احترافي واضح المعالم ان القرارات قدي دي القرارات مش عشان على الجميع على الجميع تطبق بلا هوادة واحد وحتطلع شتم تطبق اللوايح مش هتيجي تطبق على ناس وما تطبقش على ناس وتيجي ايه يعني الغلبان واحد انتقد وممكن يكون مدرب يعني فرقة تعبانة او فرقة يعني فتحت يتكلم يروح واخده ست مباريات والشتيمة شغالة للنهار غيره يشكم ويجرح وينام العراض والناس حتى انطر ويطنفه دانا وعايز اقولك طبق على الجميع طبق على الاهل والزمالك والاسماعيلي والالولمبي واللي في درجة التانية والاندية اللي هبطت بقى لمية سنة طبق على الجميع محدش بص هقولك على حاجة لو طبقت على الجميع ثق تماما محدش هيكلم صحيح انت دلوقتي من ضمن المقالات اللي كتبتها في تطبيق القرارات دي مش شوفينتوا ازاي نزل درجة تانية ايوا ايوا نزل درجة تانية مارسيليا كان بطل اوروبا هبط سنتين يعني السنة الاولانية جاء اول الدرجة التانية ورغم ذلك فضل في درجة تانية برضه السنة اللي بعدها ايوا ايوا طبقت الليحة انت بقى نادي ينسحب ينسحبين وبعد انت عطر الدول وبعد انت ترجع ولا بتطبق قرارات ولا بتنفذ ولا بتعمل بقى الانسحاب ده بقى سليه بتغيره الليحة اه بتغيره الليحة اه الكلام نمين فعش طيب انت تخش عاصل احتراف خلينا حوليسا في المدفل الافريقي لانه انت اشرت لانه ما حدث في الفاينال في المرتين سواء مع الاهلي او مع الوداد من قبل التراجي الامور ما كانتش سليمة اه الاتحاد الافريقي تقريبا كمؤسسة خضع للترتيبات واعادة ترتيب اوراق كتيرة فيها هل في امل ان احن فعلا نوصل للي انت بتقوله ده اه الامل فيما حدث لان ايه شوف عصر عيسى حياته كان عصر فيه اه حاجات كتير مش مزبوطة مفساد فجاء لما جاء العصر ده انكشف وانكشف بقى مش 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 على مستوى افريقي غاية ده انكشف على مستوى الفيفا يعني الفيفا كله في يوم من الايام قبل اجتماع فيفا جابوا الناس من قواضها وهي نايمة في الفندق فده معناه ايه نزلهم بالملايات بالملايات ايوا اعصابت الفيفا نزلت من فندق بالملايات بالضبط انت متخيل اللي هذا الموقف ابتدت الناس تصحصح فايه انت لما تسكت تاني هيبتدي الفساد يشتغل يشتغل تاني لغاية ما تلمون بالملايات التاني يعني يا بقى وقت بالك انما المرة دي ايه بقى اللي بيخليك تقول حاجة ايجابية ان العصر ده اما جاه احنا متوسمين خلاص بقى لا فيه فساد ولا فيه فساد تحكيمي ولا فيه فساد اداري ولا فيه حاجات حنغض البصرة عنها لا كله واضح فجت وانت لسه بادي لقيت مشاكل راح ببدر بدر الفيفا قال لك ايه طب ما هو انت اخلي بالك وجود فاطمة سامورا مش ريفة من اتحاد الدولي ده في حد ذاته سبا سبا طبعا انت قلت الكلمة اللي انا كنت عايز اقولها بس انا يعني سبا ان انت في افريقيا انت مبتحكمش خضع للرقابة دولية ايوة انت خضع الوقتي ان كل قرار وريني يعني انت عايز تعمل قرار وريني انت مشروف امرك اه اه بالزبط فده خلى الامور بدري بدري تنضبط فانا اللي متوسن فيه خير ان السنة دي دوري ابطال افريقيا اه معادة حتة اللي لسه احنا مش جاهزين لها قوي حتة اقامة النهائي من بارة واحد هي على الاقل تضمن ان الحكم هيكون محط الانظار ان الملعب هيكون محط انظار ان المدرجات هتكون محط انظار ان الفر مش هيدحك علينا اقولك ده مش شغال وانا مش شغال ولا يشيل الفيشة كده عشان يلغيه صحيح ان كل حاجة هتبقى مظبوطة بس لازم يكون ما تجيش فجأة ايوه لا لازم ان يكون فيه شفافية انت من بدري المباراة هتلعب فيها من بدري من بدري ما قصدش من بدري بس المباراة هتلعب ده من بدري من الادوار دي احنا ديسا بنلعب في الدور التاميين التاني بالزبط لازم يبقى كل حاجة واضحة بالزبط ما جيش انا الوح ملعب لقيم مفوش نجيلة لا انا هاجي مثلا مع دور المجموعات لو عندي دول كبيرة مش ممثلة في دور المجموعات يعني ما فيش فريق من جنوب افريقيا صعب خلاص يا جماعة المباراة النهائية في جنوب افريقيا هي المشكلة اللي انا اللي انا هفضل مستني بعد كده تونس تضغط فتاخد النهائي في المغرب عشان جنبها الجزائر تضغط فتاخده في المغرب جنبها او في غرب افريقيا يحدث نفس الشي هتفصل مكان الدولة حسب الفريق اللي صاعد ريح نفسه الاتحاد الاوروبي ازاي قبل البطولة ما تبتدي خالص النهائي يا جماعة في كازان روسيا النهائي في ميلا النهائي زا سفتت في مدريد وبسنتي بتاع قتلتكو مش مثلا في ملعب ريا المدريد لا بيعملها لثلاث سنين لقدام لا بيحط الملعب وخلاص انا بقى كل واحده نصيبه ده ممكن فرقة تلعب على ملعبها لكن خلاص انا حطيت الملعب ده من زمان انا ما جاملتكش بس ايه اللي انت مش مهيق له اللي انا اقصده انت في اوروبا هقولك على حاجة لو انت عملت النهائي ده في قبرص جزيرة السغارة دي اضمن وانت مغمض ان لو في ملعب 200 الف هيتميلي اه ليه لان اوروبا دي ومنها ببعضها وحركة الطيران متطورة كسيفة جدا وقطاء قطر ده انت ممكن قطر تركب ده اجمل حاجة في اوروبا واوفر في القطر واسرع انك بالقطر بدل ما تروح المطار وتستنى قبل الطيران بساعتين صحيح وتسافر وتاخد ثلاث ساعات ده انت بالقطر هتاخدهم في ساعتين كلهم صحيح خلاص وانت من جار فالوسائل المواصلات والتطور الكبير في البطولة والتطور الكبير في التنظيم والرحلات الجوية الكتير وسهولة الانتقالات وشهرة الفرق كل ده بيخلي مضمون النهائي ده انت كمان بتعلي التذاكر وبرضه بتتباع انت في افريقيا بقى بالفرض نقول كده نمازج لاندية مثلا الاهلي هيلعب الوداد في جوهانسبرج انت هتلاقي الملعب حيتميلي ما هو برضه صعب 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 ان التنقل الخمسمائة واحد من الجاليات ومية هسافروا رحلات جمهور بقول الف حتى ما الالف دول في المدرج في المدرج مثلا 80 الف زي في جوهانسبرج ما هو برضه عدد قليل فما فيش تهيئ نتيجة ايه بقى الجغرافيا الجغرافيا الواسعة والانتقالات الصعبة والطيران الصعب ما انت برضه ايه انت عايز تطب واحد من مصر مثلا مشجع لو هيموت انه يتفرجع المباراة عليه انه يسافر 9 ساعات ما برضه دي موضوع صعب طبعا والتذكرة بكام وحيقعد في فندق بكام صحيح مواضيع صعبة لكن دي بس اللي انا ممكن كانت تبقى يعني تتعامل بس قدام قدام شوية لما لما يبتدي بس انطور ملعبنا لما يبتدي مثلا نقول ايه عايزين نعمل نهائي دوري ابطال افريقيا ألاقي قدامي خمسين ملعب او بلاش خمسين ملعب عشرين ملعب انت انت بسلا في اوروبا اقعد دلوقتي كده قول لي عايز اعمل نهائي دوري ابطال افريقيا او اوروبا اطلع لك مئة ملعب دلوقتي مئة ملعب لكن احنا عايزين بس عشرين ملعب يعني اقول مثلا في استاذ القاهرة ماشي اقول في رادس اقول في مجمع مركب محمد الخامس في المغرب هتعد هتلاقيهم اربعة مثلا وبرضو ممكن تلاقي ايه الملعب دي ما هيش مهيئة بش بعضها بالقدر الكافي انه يستوعب ملعب مباراة كبيرة بزدادين رادس وملعب كويس جدا لكن الفار مش شغال ولا معارفش عمدا ولا 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 الفار يريب اه اه اخب قالك فموضوع ان انت مش مهيئ لي انا شايف ان ده كان ينفذ بس بعد شوف المنظومة تنتظم والحكام يبقى صح والفار داي بقى انت شايف جايبه داي بقى شغال مش حد شايف السلكة منه قالك الرجل مجاش اه يعني كل داي يتنظم وينتظم وتبقى الدنيا صح والتحكيم كويس والتنظيم كويس والفنادق كويس مش تروح تحط مثلا فرقة في فنادق فيها سحالي ومش عايب ايه تقولي ده فاكر سحالي بتاعت جروة ايوه اطمي الكاميرون ايوه فلا تبقى الامور مهيئة مهيئة وبعد كده اقول ايه انا اعمل ملعب بقى محايد عدي 20-30 ملعب تختار بقى وانت بتمنجه كده ان انت الملعب ده ممكن ينفع للنهائي او الملعب ده او كده طيب واحنا في المنطقة نفسها بقى الاهلي بدأ هذا العام جهاز فن جديد ريني فيلر راح كسب كانو سبورت في ملابه في غير الاستوائية 2-0 والسبت عنده مباراة العودة شايفها ازاي طبعا مباراة العودة تعتبر بمباراة سهلة انت لما تكسب خارج ملعبك بهدفين يعني ساعات حتى الفوز الديق ممكن برضو يوربك الحسابات لكن فوز كبير 2-0 برضو بفرق هدفين خبالك ان الاهلي عمل اعلى فوز في تاريخ الكورة المصرية على ندل طلع بره طلع بره ب13 هدف يعني 9-4 ده اعلى فارق حتى الزمانك برضو كسب 6-7 يعني 13-4 من اتنين ان الاهلي ما دخلش مرماء اهداف يعني في التلات مباراة ده برضو نتيجة إيجابية بتواريك ان برضو ايه النادي الاهلي داخل البطولة مستعد وبيني وبينك اصبح الدوري بقى ملاكي للاهلي يعني 41 لقب من 60 ده موضوع انا شفت قريت في حوالي 16 جريدة عالمية بيتكلموا على هذه النسبة المنقطعة النظير ما فيش حتى حد قريب منها ان انت وصلت قربت بال70% 69% من القابة الدوري الاهلي ده معناه ان بقت ملاكي البطولة اللي تبعت شوية تبتدي هي اللي تبقى ايه يعني تبقى بالنسبة للنادي هي البطولة اللي انت عايز بقى تكسبها بأي طريقة مش بأي طريقة بأي طريقة فنية واسرار وحماسة دي بقت النادي الاهلي برضو من 2013 لغاية 2019 لأ كتير وبالذات ان انت مرتين توصل نهائي ومش وصل نهائي كده لا ده انت وصل نهائي بايه يعني جراون بريكينج بيرفورمانس يعني يعني اداء يزلزل الارض الستة بتوعي النجم السحي ده يعني عارف ان بتوعي الوداد انا انا كان ليه اصدقاء مغرب شجع الوداد قال لك احنا مستحق كنا نصدق نصدق اصلا اننا نلاعب الاهلي في النهائي فجأة لقوا نفسهم ابطال فجأة يعني وظروف غريبة وعجيبة انك جول واحد صفر واظهروا يضيع فرصتين يعني يعملون صفر اول ربع ساعة بدل ما انت تبقى ثلاثة صفر وخلاص ركبت الجيم وكسبت من هنا ترتد كرة بجول يعني يعني شيء كان غريب وبعدين هناك الوقت اللي عمال يضيع والكرة اللي اتحسبت افصيد ومش افصيد على المهم زكريلية لها سنريوهات كانت اه اه وحاجة غريب والكرة اللي هي الاهلي مطلعها عشان اصابة لعب ويرحوا لعبينها يعني حاجات كتير قوي فعايز اقول لك ايه لا البطولة دي بقى بقت مطمة او امل النادي الاهلي النادي الاهلي ايه في حتة او مناطق عملها كده ايه تمليك مش حتى ايجار مدى الحياة لا ده تمليك دوري تمليك اما تبقى 70 ده دي شيء برضو كبير كبير جد السوبر اللي اللي خدها دي ما 11 من 15 عملت لها النسبة الماوية تطلع 68 وشوية يعني برضو 69 في المية يعني السوبر من 16 لقب 11 فبرضو بقت النسبة حوالي 69 في المية الدوري 69 في المية يعني انت بتتكلم 3 اربعة بالضبط الالقاب الاهلي لا الحتة دي بقى بعدت هو قال الاهلي صاحب الرقم القياس يا رزال 8 ألقاب بس انت بعدت كتير لا بقى خلاص قاني الاوان انك تكسب انا كل المقدمة دي بقولها لك ليه لان خلاص الاهلي اصبح مطالب لعابته حتى كابتن خطيم شوف قاعد مع الفرقة ولسه بداية مشوار دوري ما تكلمش عن الدوري عارف ليه تبدو كما لو كان ده منطقيا منطقيا يعني ما ينبعش ما تاخدش الدوري خلاص عارفين ان انت هتلعب على الدوري وعارفين ان انت النفس بتاعك بيظهر في الوقت المناسب وبالك ان الناس مركزتش في الدوري ده على حاجة ان الاهلي اخر 21 مباراة 63 نقطة خد 58 نقطة وده موضوع معدل عالي جدا اذا انت تفقد في 21 مباراة من الـ 34 الـ 21 مباراة الاخيرة انت بتتكلم مثلا في اوقات كان الاخر 10 مباراة عايز ياخد 30 نقطة فيروح جاب منهم 27 لكن انت بتتكلم بقى في ايه الاهلي في الفترة الاولانية سقط سقط ورجع من بطوط افريقيا خسرة من المقولين وبعدين بعد كده تعادل مع الداخلية وبعدين خسرة من فيرامنز فتما النقطة ضعوا وانت بتلملم النقطة فباعت الصورة خالص ان انت ترجع بهذا الشكل فبنتكلم على الدوري مقفول طب بطوط افريقيا كابت الخطيب قعد قالك افريقيا معناها ايه معناها خلاص ما فيش بقى وده من ترجت ده الهدف الرئيس اللي انت رزه وانا اذكر تماما حتى ما كان خطيب كان لاعب الست سنين اللي الاهلي وصل فيهم النهائي يعني 82 83 84 85 86 87 87 منهم منهم اتنين دوري ابطال وثلاثة كاسكوس من ست نهائيات يعني خمس القام انت كان انا فاكر كويس اوي في الوقت ده والواحد دي كاسة كان زغير في مجال الصحافة كان اخش الاقي ما حدش بيتكلم الا عن ان البطولة دي في الاهلي والله ما كان من العمال العمال بتيقعوا في خلال اما تتكلم من المهم لا 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 افريقيا السنة دي ان شاء الله تتكلم لعيب ما فيش حد بيتكلم هو ده الهدف عايش الهدف بالزبط فالوقت يبقى لازم تبقى خلاص البطولة السنة دي طرح ما منتكلم في البطولة لا فيه اندية كتير دايما ساعة تلاقي بطولة تلاقي الاندية اللي هي مثلا الكبيرة تطلع من ادوار التمهيدية فيه نادي ما فاشش بالدور بتاع بلده فما جاش في دور الابطال فتلاقي العدد الاندية مثلا الكبيرة خمسة ستة لا ده عد معاي اهلي الزمالك شيرت القبائل تي بي مازينبي الترجي التونسي الينيينبا الناجيري عشان تي كوتوكو اللي رجع بعد سنوات كبيرة بتاعت فيها رجع النجم الساحلي فيتا كلوب الرجاء البيضاوي اتحاد القاصمة الجزائري سان داونز زيسكو بريميرو دا جوستو الانجولي وعلى فكرة بريميرو دا جوستو ده كان يستحق انه يوصل النهائي بتاع السنة اللي قبل المفاتل صحيح وبيترو أتليتكو عد كل الاندية دي اندية عملاق دي عقبات فانت لازم تنافس على بطولك فيها مش اقل من 16 نادي برشحين وابطال صابعين يعني من الاندية دول كلهم بسسنة يمكن بريميرو دا جوستو كل الاندية فازت باللقب فازت باللقب القابة أفريقية قبل كده فإذا المهمة مش سهلة 12 بطل في البطولة بالزبط فانت بتتكلم مش بطولة بسهولة سنوات قبل كده لا أصعب بطولة والدنيا بقت أصعب لأن المنافسة بقت أقوى وخلي بالك دور المجموعات من دور 16 ده خلاك أنت ما كان دور المجموعات في دور الثمانية تلعب المجموعات فاضل قبل نهاية نهاية خلاص ده انت بعد دا كله لسه دور الثمانية بعدين دور فزودت كمان مبارتين صعبتين جدا يعني دور الثمانية نوك أود دور قبل نهاية نوك أود بتمروا تلات جوالات نوك أود ودي كابت الخطيب زي ما أعلم لسه بقولك كابت الخطيب عنده مسؤولية كبيرة مع أساطير أفريقيا في تطوير الكرة الأفريقية بظبوط يعني الورش اللي تمت واعتقد انفنتينو كان بعث له جواب شكرا لأسبوع اللي فات على الدور اللي حصل هل هؤلاء النجوم في أفريقيا عندهم فرصة مواتية مع أحمد أحمد أن تحصل النقلة الكبيرة بص إذا اشتغلنا صح هتحصل النقلة هي حصلت نقلات كويسة أنا شايفة أن هي كويسة نقلا من واحد أنك القيمة نفسها أنك تخلي جواز البطولة مليون دولار بعد 2 مليون بعد 3 مليون لا ده بقيت بطولة تخلي الآن ده تصرف تصرف ولأ وكمان أنا أسعى بقى ده ما هو إيه اللي قوة دورة الأبطال الأوروبي العوائد المادية بتوصل لـ 60 و 70 مليون يورو شوف الأرقام يحفزوك على أن أنت تجيب لعبة تجيب أجهزة تصرف على البطول بالضبط العنصر التاني التنظيم البطولة تاني على مدى الموش وإن كان ده زود العبق جدا ليه بقى أنت لما توزع المباراة كان المباراة بتلعب من فبراير لنوفمبر وكت في فترة الصيف بتلعب فأنت جزء من مجهود السيزون بيروح في فترة الصيف دي دلوقتي أنت عليك أنك في الموسم المنتظم اللي هو بيبتدي في أغسطس وينتهي في مايو عليك أنك تلعب إلى 34 مباراة بتاع الدوري كلهم تلعب إلى 16 مباراة بتاع الدوري دوري الأبطال كلهم تلعب المباراة الكاس كلها كلها في الوقت ده فأنت إيه آه صحيح وفر لك الصيف راحة اللعيبة بسيطة طبعا المواسم اللي فيها كاس عالم أو فيها كاس أمم هتلعب في الصيف بس وفر مجهود كبير لكن في نفس الوقت ضغطك إنك أنت في الشوية دول هتلعب كل حاجة كل حاجة هتلعبها في من أغسطس لماذا ده تطور التطور بعد كده إنك عملت دور المجمعات من دوري 16 فقويت البطولة أكتر خليت عدد المباراة الهامة ما أنت بدل ما بتلعب ست مباراة وقبل نهاية ونهاية لا خليتهم ست مباراة وقبل نهاية ونهاية زادت عدد الجوالات النوك قاوت زادت الإثارة والحماسة فده شغل صح حاجة برضه فاتت عن الناس كانت المباراة تايها ما أنتش عارف حي لعب جمعة ولا سبت لا بقيت في تحديد دوري الأبطال جمعة وسبت كونفدرالية حد بس زادت كمان التنظيم إن أنت وإنت مغمط كده أما تنام كده نايم الضهر شوية عارف إن دوري أبطال أوروبا كان بيتلعب الساعة 9 للربع زمان وفاصل ما بيتغير التوقيت للصيفي بتلعب عشر للربع عارف وإنت مغمط اتغير التوقيت ساعة 9 خلاص تسعة لو أنت عند واحد صاحبك هتروع عشان تتفرج لو أنت عندك شغل بتقوله إنه بإنا هستأذن ساعة ناردة عشان عايزة تفرج على دوري أبطال الأوروبا لو أنت عندك خلاص بقت قانون سبت سبت الوقت بطولات أفريقيا من غير ما الناس حتى بتاخد بالها بقت 3 و 6 و 9 بتوقيتنا يعني بتلعب يا 3 يا 6 يا 9 فده برضو خلت إن الأجندة تبقى واضحة واضحة المعالم كل هذه العوامل خلت بقى البطولة عندنا الإمكانية أن نعمل حاجة محترفة طيب الموقف المصري عمت الزمالك في نفس البطولة بيواجه جنراسيون السنغالي جنراسيون فوت وخسر في دكار 2 و 1 عنده فرص للتعويض فرصة للتعويض بص جول مصطفى محمد أنقذ الموقف تماما أصبح يكفيه هدف 2-0 دي حتى لو بتلاعب فرقة يعني فرقة عايز تسجل 3 صعبت صعب المأمورية فأنا شايف إن الزمالك برضو كونه ينفوز 1-0 بس بس دي موضوع مش سهل ليه لإن هذكرك بموقف بتاع وليتا ديتشا كان نفس النتيجة وقالك إيه ده 1-0 تكسبك وفرقة أصلا مكتش عارفيني يوقفوا الكورة يعني 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 التوقيف ورامزك وقتل مفاجئة إذن الزمالك ممكن يعد عنده فرص في الكنفدرالية برامز يمكن المصري فرصه أسهل كتير لأنه خلاص المصري في زنزبار 4-1 و4-1 فتقريبا حط رجل على رجل بالزبط يعني شايف حتى المصري عمل يقول مش لعب في الوقت عمل عبوا ده لو ملعبش هتبروه مهزوم 2-0 أيوة هي صعب لا لأ لنسحاب لأ لنسحاب يخرج من البطول بعكس برامز بنفس البطولة برامز صعب واحد واحد عمله شباب بالوزداد بس حقول لك بقى إيه نقطة الإيابية شوية في برامز إن بصراحة مستوى الأداء في المباراة الأولى أمام مستوى أداء مفاجئ تماما إن أنت تلعب بالكونسيستنس دي والشكل الجماعي ده وإن كنت تتخلي المباراة في أول دولة وانسايت جين بهذا الشكل ده يديني شوية تفاؤل بإن ممكن برامز يقعدي بس الموضوع صعب يعني أصعب مهمة في الأندية الأربعة مهمة بيرامز أسهل مهمة مهمة النادي المصري وبعدها مهمة النادي الأهلي برضو لأن الفوز برامل عبقك الفوز طالما عد جول عد فارق واحد يعني فخلاص عربيا الإسماعيل اللي بيلعب في تونس مع أهل بنغازي يعدي يعدي إن شاء الله أنا متفائل بالإسماعيل اللي ماتشو الأولاني في الدوري شفت كده شكل كويس لإسماعيل المدرب له بصمة بس أندي صبر أما كان متولد الإسماعيلي حسيت إن شكل الإسماعيلي تغير كده بقى الشكل الجماعي بقى الفرقة اللي هي ما بتعتمدش على نجم واحد بقى الفرقة اللي هي بتأدي كورة حلوة على الأرض أنا شايف ملامح إسماعيلي جيد ملامح ملامح إسماعيلي جيد لكن مع كل الكلام الرائع اللي بيقوله الدكتور طارق عن الأهل وأيضا عن الزمالك إلا إنه تفاجأ وهو بيكتب كاتب مقالة بيطالب فيها القضاء على الأهل والزمالك ليه بس كده بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ومؤكد إن أنتم مستمتعين زي بتحليل الدكتور طارق الأدوار للموقف الأفريقي سواء ما يخص الأهل أو بقية الفرقة وأيضا ما يخص مسابقات الاتحاد الأفريقي وضرورة تطورها في المرحلة اللي جاية إن شاء الله عشان تقدر تواكب الكرة العالمية دكتور طارق انطلقنا شوية من ملف الدوري ملف الدوري ملامح البداية إنت شايفها إزاي البداية بتقول إن الأهل والزمالك هيكونوا متنافسين في هذه السنة مرة أخرى حتى النهاية في الدوري مصري كده مر بالتلات سنين ما كانش الأهل بينافس الزمالك كان الزمالك متراجع في الوقت دوت اللي هو الفترة الموسم قبله الماضي والموسم اللي قابله أي فوجد الفرصة ليه أندية تقمنية أنها تخش في المنافسة المقصة كان هذا النادي في موسم 2016-2017 والمقصة فعلاً قالنا المسابقة في المركز التاني السنة اللي بعدها تقدم ودخل المنافسة كان نادي الإسماعيل فالإسماعيل طلع تاني وفي كل المسابقتين الزمالك كان رابع أو تالت مرة رابع ومرة تالت كان بعيد عن المنافسة السنة اللي فاتت دي رجعت المنافسة بين الأهل والزمالك تاني الاهل والزمالك كانوا أول وتاني بس الفرق إن السنòng دي كان بيراميدز موجود في المنافسة كانت المنافسة السلاسية ظهور الأهل والزمالك بصفقاتهم الجديدة بالشكل اللي إحنا شفناه في مطلع الدوري في خالية نقول إن جالبا الاهل والزمالك حيكونوا موجودين مع بعض حتى النهاية لكن مين اللي حيكون معاهم هل بيراميدز بس شكل بيراميدز في الأسبوع الأول ده بيقول إنه هو ممكن يدخل المنافسة يتكون المنافسة السلاسية زى السنة اللي فاتة بس تبقى أجمل واجمل لو زي ما احنا متوقعين وزي ما احنا الشكل اللي شفناه ان نادي زي الإسماعيلي راجع بقوة وممكن يكون منافس قوي من خلال برضو التواجده في المربع الزهبي المصري بقالنا أربع سنين واربعات المصري موجود في اللي الرابع الكبار خلاص حجز النفس ومكان دايما صحيح يطلع رابع بس دايما موجود السنة الموسيبش اللي عدى ده اللي قبليه كان تالت كمان قبل الزمالك يعني كان الأهلي أول إسماعيلي ثاني المصري تالت والزمالك رابع فالمصري بقى موجود تخيل بقى انت لو الدوري زي ما احنا كده شايفينه دلوقتي ان الأهلي والزمالك موجودين وبرامدز الموجود بحكم ان هو محتفظ بعدد كبير من نعيبته اللي كان موجود مع السنة فاتت واضاف بعض الصفقات فتخيل لو قلنا يضاف عليهم كمان المصري والإسماعيلي والاتحاد اتحاد انا شايف انه مش منافس يعني يعني يبقى موجود في نص ده المقاولين ممكن يكون قريب والمقاولين السنفات كان برضو دخل في الاربعة الكبار ونزل بقى خامس بادئ بداية كويس اه بادئ بداية فانا بتكلم على ان لو في اربع اندية بس ده حيبقى اعظم دوري في تاريخ الدور المصري لان دايما الدور المصري في النهايات بيكون مقتصر على يدوب ناديين او تلاتة بالكتير زي ما حصل في السنة الفاتحة طيب عندك كل هذا التأدير للأهل والزمالك لكن تكتب مقال في الجمهورية رشدة عودة الكرة المصرية القضاء على الاهل والزمالك اه الدكتور طارق الادور يطالب بالقضاء على الاهل والزمالك اه علشان ما حيركوش هقول لكم هو الرجل بيقول في بداية المقالة اللي في الجمهورية قد تظن عزيزي القاري من العنوان للوهلة الاولى اننا اتحدث عن القضاء على نادياي الاهل والزمالك وهما قطب الكرة المصرية ومصدر تمويلها بالنجوم في مختلف اللعبات التي حققت لمصر العديد من الانجازات وبالطبع ليس هذا هو المقصود والحقيقة ان ادخال الاهل والزمالك طرفا في اي نزاع او اتخاذ القرارات التي لا تحقق العدالة من اجل التوازن بين الطرفين تسببت في العديد من المشاكل والازمات للكرة المصرية عبر التاريخ وكانت مرضا مزمنا يحتاج الى علاج عاجل في رشدة عودة الكرة المصرية وهو الدواء التاسع الذي اقدمه في الرشدة المتكاملة رشدة مهمة دكتور قدمت منها ثلاثة عوامل اساسية لكن القضاء على الاهل والزمالك تقصد نغمة الاهل والزمالك وربط الاتنين ببعض ايوه بص انت بقى الوقتي انا مثلا شايف لاعب من الاهل والزمالك راح عمل على فكرة انا سعيد جدا بإصارتك للنقطة دي لان انا في اكتر من حالة قبل كده نوهنا على انه وحتى سميتها دي جملة النفاق العام ايوه عايز تجامل الاهلي فلازم ان تحط الزمالك في بقية العبارة لدرجة انك تسمع بعض الناس يقولك الاهلي قدم مباراة كويسر الاسبوع ده وازمالك بربط وازمالك ملعبش لكن هو بيستحي انه يشيد بالاهل الوحده اذا كان او يلوم الاهل الوحده ايوه ايوه بالزبط انا بتكلم ايه انا بتكلم على الفريقين انت تيجي تقول ايه مثلا لعيب من طرف راح عامل مثلا موقف سيء جدا مع الحاكم لو فق اوروبا يتشطب يعني ما يشوفش كرة تاني بالزبط تيجي تقول ايه اشمعنا سنة التمانية واربعين ما بالفريق يقولك الفريق تقعد بقى ايه ده اشمعنا وده اشمعنا وانا كاتب في المقال حتة دي ان انت ايه تقعد تبرر اشمعنا واشمعنا واشمعنا فيحصل يضرب العاطل في الباطل صحيح وتلاقي في النهاية لا خدت قرار عادل ولا خدت قرار سليم ولا اتخذت قرار جريء تيجي مثلا يعني انا الحقيقة كتبتها في السنوات الاخيرة زميك انسحب من الدول انسحب ليه عقوبة بس لا هطبق عقوبة مثلا ان نزل زميك درجة تانية طب ما يوفينتوس ما انا قلت يا جماعة يوفينتوس نزل حتى لو الاهلي الاهلي اللي لو قلت انسحب برضو تنزل بالزبط بالزبط طبق العادلة اللي ياخد قرار غير رياضي يتحمل تبعاته بالزبط هو ده الموقف انما انت ايه احنا عايشين بقالنا الكم سنة الاخيرة دول ربنا على اليوم على خير ونخلص من اللي احنا فيه ده عايشين على ايه هو التوازن تيجي تقول ايه لا طب ما ده حيزعل طب ما قدامك الموقف ما انت خد الموقف على الجميع اش معنى بتاخد الموقف على مثلا ايه يعني مدرب غلبان زي ما قلت لك كده ييجي تلحكة من ناردة ما حسب لناش ضربة جزاء وقالها بكل ادب اقاف ست مباريات اش معنى ليه ما تاخدش القرارات على العمال يشتم في الحكام وعلى العمال يسب في الناس ليه ما بتاخدش القرارات ديت عشان هو ده هو ده السؤال هو ده هو ده يعني اذا سرق فيكم الضعيف اقمتم عليها الحد ايه و بالضبط بخد لك يبقى اذا انا عايز ايه مش الاهلي انا قلت قفل بداية بس هو الحططة انا وانا عشان يشد القارئ انه يفهم مفوح المغزى ان انت ايه تخلص من نغمة ان انت عايز تعمل توازن انت مثلا ايه يا راجل ده انت التوازن ده وصل بنا الامر ان انت عايزين نعمل جهاز منتخب طب مين كويس سين اه بس ده من الاه طب هتلينا واحد من زمالك بقى يبقى معافي الجهاز يكمل انت بتلزق اه انت بتحط كده يعني بتركب حاجات على بعضها لا الجهاز ده معناها انسجام وتفاهم فكر واحد وفكر بينفذ وعلقة شخصية حولك الحاجة الفكر نجاح حسن شحات ما كان معاها حمد صدقي وشوق غريب وهو حسن شحات المسمى بتاعه ان احد اقطاب نادي الزمالك ان احد الايدون رمز الكرة الزمالكوية الرمز الاول تصور ان هو من العدالة الى ان الزمالكوية كانوا يزعلوا منه واخد تمانية من الاه يا جبا عم هم الاهلي اللي كانوا راكب وما لوش علاقة ده من ضمن النجاح انت تيجي بقى عايز تعمل جهاز عشان ما يزعلش ده ولا ده حط واحد من الاهلي وحط واحد من زمالك عشان ما يزعلش ده ولا ده حط مش عارف ايه من هنا واعمل ايه من هنا عشان ما يزعلش ده ولا ده انت فرقة فيها تمانية وفرقة فيها خمسة ومتاخد اللي ما يستحقش عشان تخلي الأرقام زي قريبا مين قال إن ده كورا مين قال إن ده يبقى كل ده معلق بإيه جملة النفاق العام آه اللي هي التوازن أهل وزمان اللي يغلط واللي يشتم واللي يضرب واللي يعمل واللي يعتدي على حكم تتوه كل هذه القضايا في إيه في قضية الأهل والزمان إيش معنى يعجب لك لعيب مثلا من 40 سنة كان عمل حاجة دي طب أنا مالي أنا يا جماعة عشان نبدأ أنا بقول دايما نقول كده حبدأ من نارض يا جماعة أدي الليحة قرطوها آه فضل اقرأ كل ومضيلي على الليحة الليحة دي مش مخطوطة متفصلة على الأهل ولا على الزمانك ولا على الإسماعيلي ولا الليحة دي هتتنفذ وبمقدار الخطأ الليحة دي أنت كسبت هتعمل كذا وكذا وكذا خدت الدوري هتاخد بكافئة الدوري كذا وكذا الدرع هنجدده أهو مش دي من مواصفات المسابقة نفس الكلام على العقوبات اللي عمل كذا هيتوقف مباراتين اللي عمل كذا هيتغرم كمسومية اللي شاتب هيتغرم كذا اللي عمل كذا واضحة الليحة واضحة أنا هتطبقها إحنا أزمتنا في نصر ضعف التطبيق عندنا قوانين والله عندنا قوانين يعني لا تضاهي أعلى دول العالم لكن فين اللي بينفس عندنا غابة تشريع غابة كاملة بالزبط لكن ما بينفسش حاطت قوانين وحاطت لوائح لا لا القانون بيتنفس يعني في الرياضة أنت لسا بتتكلم أنت وصلت الحالة أن أنت مش عايز تدي الأهل درع الدوري في مباراة الأهل والزمالك قالك حفاظا على مشاعر الفريق الآخر وفي حاجة يسمعها كده عمرك شفت يا راجل ده أنت شفت يعني يعني مرعاه لنفاق عام أكتر من كده في ختام الدوري طب ما أنت الزمالك مع بيرامنز ما هو ده كسب استحق أنه يفرح مع جمهوره بالكاس بالزبط إن فكرة أنت تقول حفاظا على مشاعر الآخر في ختام الدوري الإنجليزي منشيصة السيتي بيلعب هنا وليفربول بيلعب هنا قالك الدوري حيتحسن بينهم النهاردة قادي نسخة بالزبط وعمل نسخة زي شبهها بالزبط عشان أصلك أنت بعد الفرح هتمسك الدرع كده طب ما هو خلست لا ده أنا فرحت من ضمن العناصر اللي بتدي قيمة للكاس رغم أنه لا تقرن بالدوري إن الكاس أنت بتاخد النتيجة عملك في الحال تستلم الكاس وترفعه وكده إنما يتيجي عشان أنت بتفرحش وعشان ما تقول طب ما ياما أنت الكلام ده مثلا ممكن تقول إيه زي ما بيعملوا في أوروبة بيقولك إيه مش هيعملوا ممور شرفي أنت مثلا دول مثلا يعني إيه أرانات شوية مش هيعملوا ممور شرفي ماشي لكن الدرع بتسلم إفكاس بيتسلم الاحتفال بيتم والممور الشرفي عرف ولا نظام ولا قرار ما هي لازم أن يبقى متنظمة بالزبط يعني هي ثقافة وأخلاق ولا نظام ولايحة بالزبط إيه أنت مثلا إيه جاي عايز إيه من ضمن اللواح بقى معلش زنقت معايا أقول إيه أنت إيه الزمالك ما استلمش الكاس ما استلمش الميداليات ما دي لها عقوبة الله ده في مرة الزمالك ما لعبش السوبر عشان في الكاس بتاع 2006 ما استلموش الميداليات طب محروم من اللعب في السوبر كان القرار كده نفسته الوقت يتقول إيه أصمعيش كان عشان الطفل أدهم الكحك ده اللي توقع اللي وفاته المانية طبعا حلو قوي للمشاعر وجميل لكن مش ده السبب معلش يعني أنا خدت الدور لو كسبت كنت عطيط على تاخد الكاس كنت عطيط على تسيب الكاس تقول إيه عشان مش ممكن فهدي بقى الأوضاع المائعة اللي احنا عايشين فيها ليل نهار ما فيش حد عايز ييجي يقول إيه سطر كده واقطع وابدأ بقى من جديد ابدأ انسف بسابق اه انسف كوني وما تعتبروش أي مرجعية ليك ولا يتتعلق فيه انت عارف هقولك على حاجة بعد الشر عني يعني أنا بقولك هو بعد الشر عني لو أنا جيت كده توليت منصب اتحاد الكورة بعد الشر عني أنا عمري ما أفكر في المنصب أول يوم هقول القرارات تطبق أنا لو زمالكا أول ما هطبق على زمالكا لو أهلاوي أول ما هطبق على الأهلا لو سبع الله أول ما هطبق على السبعين ما فيش عن دبيض ولا سود العقوبات هتطبق زي ما هي منصوص عليها وبعد عما يوم واحد هقول لكم سلام عليكم عشان ما حلش هلتزم حتى مش في أول قرار عايزه أقول لك ايه ليه احنا بنميع الدنيا بهذا الشكل ليه احنا ما عندناش سرامة في اتخاذ أي قرارات إننا نقول اهو حبدأ من النهار ده خلاص انت ده انت يا راجل هقول لك على حاجة أنت راجل مفروض أنت مثلا عندك أنت بقى للأهل ده مش عيب طب لو أنت بقيت في اتحاد الكرة لا يا حبيبي ما ديش علاقة طبعا أنا بنفذ لو وايح قدامي صحيح على الأهل على الزمالك على الترسانة على الإسماعيلي على المحل والأهل يقبل منها غير كده بالزاب انتهت أنت بيوصل الأمر أنك إنت بالطالب إزاي ما تدفعش عن نديك وعايز توقع دانيا كلها بقراء وممكن ما دفعش عن نديك ده أو ما خدش القرار السليم يقولك مشطوب بالنادي مثلا أو بتشتخل النادي نسمعنا النهاردة شطب 16 عضو في الزمالك عشان أعلنوا في ماتش السوبر فرحيتهم للأهل يعني كلام إيه كلام بص كله أنت بس فتحتني بس هو ده مغزى المقال القضاء على الأهل والزمالك أنت الأهل والزمالك دول ده برجين كده صحية لا يمكن أنك أنت تقول يعني فيه رياضة في مصر من غيرهم مشتحيل أطبع فأنت لازم رئيس التحاد الكورة اللجنة المقالقات ده مش بإسم الزمالك أطبع لكن موجود وبيسلم على العام أنت طالما ارتضيت عمل عام فأنت لابد تلتزم بقواعد العمل العام زمان كان يجي طب حقولك بس على سبيل المثال حاجة إحنا في جنة مطش زعناه بتاع مصر وغانا في تصفات كاس العالم اتدبسنا في 2 مليون دولار يما كان الدولار وصل 20 جنيه كانوا 40 مليون جنيه الكابتن القدير يعني مش عايزين نقول بس هنا يا بوليدة قدر يشيل الإقاف ده أو العقوبة دي لا طب ما تقدرش حقوق الدولار إنما دي لايحة بتقول أنت لو اخترقت أي قاعدة القاعدة دي عقوبتك كذا اخترقت دي عقوبتك كذا فاتنفذت عليها العقوبة وإحنا مش لقين ناكن في الاتحاد أنا لو مسؤول يا بكتور أنا لو مسؤول اللي اتخذ هذا القرار بالمخالفة لللوايح لمجرد أنه بيتحدى لازم أن يحاكم ويحاسب بالزبط حساب على طول الفرق بين واحد كلف الدولة اتنين مليون دولار أو سرق اتنين مليون دولار في الحالتين الخزانة العامة حملت اتنين مليون دولار مظبوط مظبوط فهي دي اللي أنا أعمالين نلف وندور فيها إمتى هنحترم كل شيء خلاص أنا عندي لوائح امضي امضي عليها خلاص هطبقها على الجميع اللي يغلط هيعمل كذا وبعدين بقى إيه أنا نفسي إن الغلط ده مش على اللعيبة بس على كل المنظومة إنت إنت الوقتي مثلا حتى في القرارات اللي هي بتاعت بعد السوبر تشتم منها إيه إن إنت عايز إيه الآل والزمالي الآل والزمالي برضو ما إنت يعني هتعقل هنا خمسين ألف خمسين هنا تلتين خليها دي تلتين عشان ما حدش يكشفنا يعني دي أربعين ودي تلتين بس نعوضها في الجاية دي خي ياخد خمسين ودي ياخد أربعين بص اللي يتعقل الأهلي اللي خد الكاس لو عقبته بمليون جنيه والتاني ما تعقبش خلاص إنت الله ما بتنفذ لايحة دكتور إحنا كنا بنوصل في حقوق التسويق الأهلي خد كذا من التلفزيون يبقى لازم الزمالي ياخد كذا يا عمي ما تنزل السوق لوحدك ميجوز أنت تساوي قيمة تسويقية أعلى مني طب حاول لك من قال حاول لك على حاجة بمناسبة اللي أنت بتقوله ده كان فيه وقعة أنا حديث أوروبا بس طبعا إحنا ما كانش حد تتكلم عليها كتير هنا في مصر في دوري أبطال أوروبا سنة 2015 يوفينتوس الإيطالي خرج من دور التمانية من دور التمانية بدري بدري يعني حتى مقصدش نهائي قعدوا على الترابيزة الجوائز لا مساس بيها يعني البطل مثلا بياخد تمانية مليون يورو خلاص البطل هياخد تمانية مليون يورو الوصيف هياخد مثلا ستة مليون خلاص هياخد ستة مليون دي ما فيش فيه أفساد بس جوائز دوري أبطال أوروبا القسم الرسمي لا يشكل أكتر من عشرة في المية من الجوائز الإجمالي عشرة في المية عارف التسعين في المية على إيه على السبونسورشيب والجوائز ونقل التلفزيوني والجماهيرية والشعبية فخلاص ريال مدريد كسب دوري أبطال أوروبا والسنة اللي بعدها برشلونة كسب فخدوا الرقم ده فبيحسبوا تعال بقى يوبينتوس طبقا لمعايير في منتهى الدقة طلع يوبينتوس اللي خرج من دور التمانية ده في الجوائز دي أكتر نادي خد فجوالك بقى كل نزاي ده طلع من دور التمانية مفيش إزاي الشعبية جابوا لهم الشعبية والجماهيرية والنقل التلفزيوني بتاع قنوات الراي اونو بتاعة إيطاليا وش عارف إيه وكم ماتش تنقل وعملوا إيه وجابوا منها عوائد قد إيه الله ما انت بإسمك جبتلي العوائد دي إزاي انت عايز تقول مثلا إيه افرد دلوقتي مثلا مثلا يعني نادي افسي مصر خد الدوري معنى انه خد الدوري ان انت هتعمله من ناحية الجوائز اللي هي من الحقوق البس وكلام من ده بالأهل أو الزمالك مش تحبير مقاولين خد الدوري مقاولين خد الدوري ايوه والمحل خد الدوري قبل كده المحل عنده جمهور والمدينة بس كلمك عن المقاولين ايو بالزبط بالزبط انما انما ايه دي ما فيهاش شمعنى مش حاجة اسمهاش معنى يقولك ايه الراعي ده ربع مئة مليون طب انا عايز اخد ربع مئة مليون هو عافية مش ربع مئة مليون يعني يقع لك سوكلة الاهرام مش سوكلة الاهرام اي طب جات شركة سعودية تضعفة قيمة الاهل التسوقية انا انا مليش علاقة باهل ايه انا عندي انا مش حاجة خسر عشانك انا عندي قدامي عناصر الجماهرية والشعبية والنقل التلفزيوني والحقوق وا 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 كل دي بتحدد انا من انا ممكن اتشيرت مثلا لو عملته لنادي مغمور يبيع عشر حتت ممكن اعمل اتشيرت بتاع اهل ايه يبيع خمسين مليون صح او مش صح ازاي تقيم ده ازاي تقول ده زي ده نفس الكلام بالنسبة حنقله لنقطة اصغر شوي اللعيبة احنا لسه بنقول ايه عقد من الفئة الاولى يا فرحاتي ايه الفئة الاولى يعني ايه الفئة الاولى والفئة التانية يعني انت عايز تخلي كل دول حتة واحدة احنا لسه بنعامل ان ده فئة اولى كل دول ياخدوا زي بعض مين قال ان كده زي بعض مين قال ان في مهندس مثلا كمبيوتر بيعمل مشروع كبير الكتروني حيغير بيه وجهة حياة ياخد زي مثلا موظف نص عادته على القهوة شايب شغله مين قال ان الناس فهم العدالة الاجتماعية غلط العدالة الاجتماعية هو ان انا ادي فرصة لكل واحد بس في النهاية انت بتعمل ايه بتعمل كذا وكذا وكذا ده قمتك كشخص تستاهل عليها عشرة انت قمتك كشخص قاعد على القهوة وما بتعملش حاجة نص وقتك يبقى انت تاخد واحد ده عشرة وده واحد هي دي العدالة الاجتماعية لانك انت جهدك بكذا وده جهده بكذا كويس ان انت وصلت بيا للنقطة دي لانه الليومين اللي فاتوا اتطرح منطق متضارب ومتعرض شوية في جايزة زابيست لما الاتحاد الدولي عايز يمنح الجايزة للأفضل عالميا في منطقيين فرضوا نفسيهم شوية ده صح وده صح فيما يخص التصويت المصري تحديدا مصر المفروض تده صوتها المين مصر سواء صوت المدارب او الكابتن كابتن المنتخب او الاعلام المعتمد الموضوع يتنظر له نظرتين ممكن تنظر له بنظرة موضوعية فنية امينة زي ما انت بتتكلم اللي هي المعايير المجردة حتى لو هدي واحد مش من بلدي مظبوط وهنحاز لهذا المعيار الموضوعي العلم الدقيق المجرد وممكن ابو الصلو بنظرة عاطفية تنحاز لابن البلد المفروض نقف جنبه المفروض اديله حتى ماكسرش بخطره اسنده حتى لو مش هيكسب يبقى ماكسافش في بلده دي نظرة عاطفية مفهومة وليها اسبابها وليها منطقها المحترم جدا اختيار بالقلب وفيه اختيار بالعقل والموضوعية الاثنين موضوعيين لو طارق الادور هو الصحف المعتمد وهكذا يجب ان يكون الحقيقة لانه الناس سألت مين هاني دانيال فتضح انه زميل صحفي اه عضو في نقابة الصحفيين لكنه مش عضو ربطة النقاد ولا يعمل في مطبوعة رياضية مصرية لكنه وصل بشكل او باخر لتسجيل عضويته مع الالتحاد الدولي وبقاله ثلاث اربع سنين بيرسلهم ومعتمد بهذا الشكل مداش محمد صلاح خالص او جاه رقم ثلاثة عنده كان نمر ثلاثة رقم ثلاثة عنده فالناس لامت هاني دانيال رغم انه انحاز للمقيس العلمية المجردة اللي انت بتتكلم عنه هو بص الموضوع اصلا هو ايه معقد شوية بس انا هقولك برضو على ايه النظرة هذه النظرة وبعدين بقى على قضيتك اللي انت طريحها اللي عند الحقيقة بنجاح بتاعت الاستمار بتاعت صلاح دي شوف دائما وابدا في الاستفتئات المحترمة دائما بتوضع ضوابط يعني مش انا مثلا عشان بحبه واحد يكون هو مصاب طول السنة وراح كاتبه لا ما ينفعش يعني يعني ما هو برضو تقول اه انا دا كويس وابن بلدي ومش عارف ايه بس هو ملعبش خالص طول السنة دي انا مش بكلم على لعيب محدد مرة حصلت وقعة بسببها اه او حصلت في 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 سنوات ماضية انت كنت تعرف مثلا مندوب مصر الدمين ولا مندوب تونس الدمين الفيفا بقى فضحي قوي ايوه ما هو عارف ليه عشان بص انا بلزمك بالموضعية اسمك نازل هو اه بس الرجل بتاع السودان النهاردة طلع الكرواتي قال لك انا ديت ميسي او ما ديتش ميسي ولقيت صوتي لما اعلن رح لمسي اما هو فيه بقى اختراقات بتحصل بقى لا بس بص حولك الحاجة اه برضو ايه فيه ناس بتلوش كده ما هو برضو ده سيستم انت بتقول الصوت ده اللي بييجي ده عارف ده بيتعامل ازاي خلي بالك مش بيجمع نقط يعني برضو عشان في معادل قسمة قدام اه اه انا عشان لا ابرر ما فعلوا الاتحاد المصري سواء القديم او الجديد او اللي في الوسط هو ما بينهم طبعا عندنا اخطاء ادارية كتير ودي من ضمن اخطاء الادارية دايما احنا عندنا اخطاء ادارية في حاجات مستحيل دي وقت تلاقيها في العالم نفس هذه الاخطاء دي استمرت المدرب السوداني مدرب السودان اه فاللي بيحصل ايه ليه هم انت بتقول فضاء حي كده طب انت حدق افريقيا بقى بيعلانها الوقت عشان تبقى انت صورتك قدام الناس هل انت جملت ولا انت خدت اختيار بموضوعية انا مثلا ايه ممكن انما كان من تحت لتحت كده مرة الاتحاد الافريقي مشي الجهاز الاعلامي اللي كان فيه فيكين فاكر فيكين جزماجين ايه فيكين دكتور فيك اه فيكين لما جي مشي اللي جم وراه ما حدش فهم حاجة الله بيعملوا الاستفتاء ازاي راح عامل شوية ورقة كده وحطوه مع بعضه انا كنت حاضر عاملوا فما طلعوا الاستفتاء انا بقى لقط الاستفتاء طب انت ازاي انت بتقول في استمرتين سين ده خد فيهم اول مرة وخد فيهم تاني مرة يعني ضمن اربعة وخمسة وهو في النتيجة النهائية وخد ست نقط بس ازاي يعني هو مرتين بس جي قدام عينينا ان ده يداله اول وده يداله تاني يعني تسعة وهو خد ست نقط يعني هو حتى لو فرض ان هو ما خدش غير دول يبقى عدد النقطة ان انت ذاكرينه ده مش صحيح فالشخص اللي كان موجود ودون ذكر اسمه يعني قال لي ما هي بقى ماشيت كده بقى يعني مشيت ايه هلا هلا كده بالزبط يعني فمن هنا احترام الاستفتاء هو اظهار نتيجته انا انا شفافية شفافية انا مع الشفافية دي تماما اه ان انا يعني ابو تريكا تظلم تظلم جدا 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 في 2006 اه وفي 2008 ايه وكان الظلم العنيف جدا في 2008 اكتر كمان ليه في 2006 سنة كاس عالم فممكن الاعيون على كاس العالم شوية اه وقلنا ماشي قلنا ماشي لكن 2008 الواخد الدوري والكاس والسوبر وبدوط وДوري ابتال افريقيا والسوبر الافريقي خمس بطولات اخذ وكله وهدف الدورة ابو تريكا وهدف دورة ابتال افريقيا ابو تريكا وهدف البطولات اللي اشترك فيها كل نفس الكلام في 2006 كان هدف الدوري وافريقيا وكان هدف كاس العالم الاندية كمان طيب هل في منطق أنه هو ما ياخدش الجائزة دي عشان أنت عايز تديه لواحد اسمه محترف من بعدها عمله جائزة داخل قرر خارج فالدول إيمانويل أديبويور إيمانويل أديبويور ما نلعبش بتعريفة في السنة دي يعني هو كان لعيب كويس ماشي متفقين لكن السنة ديت يا جماعة السنة ديت فرح الاتحاد الأفريقي من السنة دي قالك لا أبقى واحد جوه واحد بر لا غير كده رأع عرضها بحيث بقى وريني بقى مين اللي مدي إيمانويل أديبويور الناس بقى اللي هي إيه أذكر بس برضو مش هذكر لك بطل هذه الواقع كان المدير الفني بيشارك بالاستفتاء بتاع منتقب مصر فكانوا أحسن لعب في العالم احنا مكنش عندنا صلاح بقى ولا كنت حد داري بمين الأحسن لعيبة في العالم فكان مين اللي مشهور رونالدينيو رونالدينيو في السنة دي صادف إن كلها مصاب إنت بتاخده بالاسم راح اللي مسؤول بتاع مصر ده راح كاتب رونالدينيو خلاص هو اللي عارفه ما هو ما يعرفش غيره فهو اللي عارفه راح كاتبه فطبعا إنت ساعتها ما كانتش الأصوات بتتكشف تخيل بقى لو إنت الأصوات بتبهن كده وشاف كده يا عم ده ملعبش بقى لو ثمان شهور بتبتدلو أحسن لعب فين إنما كان زمان الدنيا إيه ماشي وكله مستخبر آه وكله مستخبر لا خلاص هو ده فدي النقطة المهمة جدا نقطة بقى التانية قيمة الاستفتاء دائما من قيمة الشريحة اللي بتختار طبعا واختلفت الناس كتير أول قالك اختار المدرب يا جماعة ما هو مدرب سنغافورة مثلا ممكن ما يعرفش ما بيتبعش مثلا إن عارف في الأرجنتين إيه وفي إنجلترا إيه وفي أسبانيا إيه وفي جنوب أفريقيا إيه وفي اليابان إيه ما بيتبعش ده مدرب كده يعني على قده إزاي نخلي شريحة المدربين كان زمان المدربين بس بس حتى كبات انفرق لأ فكان موضوع مش عادل جابوا المدربين واللعبين طب ما برضو ممكن الكابتن ده أو كابتن مثلا كابتن زنزبار ما يعرفش مين ده ولا مين مش بتابع يا سيدي ما عندهمش لسه نقلة أو فاسيلة بتاعت لكنه انت بتتكلم على دولة عضو في الفيفا بالزبط فليه الحق أه أه بالزبط أنا فاهم بس إيه ليه هقولك أسألك سؤال ليه استفتاء فرنس فوتبول فضل صامت طول السنين دي وبهذا النجاح عارف ليه لأنه ما قال لك إيه لا ده ممكن مدرب ما يكونش عارف كل الناس قوي لعيب ما يكونش عارف كل الناس قوي أنا جيب واحد متخصص صحفين المتخصصين متخصص جدا وبعدين إيه ما بيفوتش ماتش يعني إيه الرجل ده بتفرج على كله وشايف وعارف إن ده لعب قد إيه وعنده كمان الجانب الإحصائي إنه بيقدر يعرف إن ده عمل إيه مع النادي ومع المنتخب ومع المشاعب لإن دايما بيقيم المنتخب أولا سبح لعب مع المنتخب أولا سبح مع النادي دوليا يعني زي مثلا لو قيمنا لعب أهلي أو زمالك نقيمه الأول مع المنتخب وقيم مع أهلي أو زمالك في بوطاطر الإفريقية وبعدين محلي تالت حاجة محلي مش أول حاجة رأيي لحد كبير دقيق فمعروف الأراء فيجي يختاروهم فلاقوا إن الشريحة دي هي فعلاً بتطلع لك نتيجة الاستفتاء في جزء كبير قوي قوي من العدالة أكتر من أي شريح تاني عشان كده الاستفتاء ده فضل سنين طويلة معروف الكرة الزهبية تسبع عن الباللوندور تسبع الكرة الزهبية تسبع الاستفتاء فرنسي في البول رغم تعدد الاستفتاءات لكن من أنجح الاستفتاءات ليه؟ عشان الشريحة دي فأرجع بقى الاستفتاءات الدولية برضو أنت حطيت أربع عناصر المدرب المدير الفني يعني وكابتل الفريق والصحف اللي هو المعتمد اللي هو ممكن يكون ما الله علم أيوة والرابع الجمهور حتى برضو لا ومش أي جمهور خدد لك الجمهور اللي هو أكيم مسجل نفسه اللي هو على البلاتفورم نفسه على البلاتفورم بيخش ويحط التصويت بتاعه فبرضو برضو إنت إيه حتة الجمهور مش ضامن أنه كله على نفس درجة من الثقافة أنه يخش ويعمل كذا ويعمل كذا جمهور الدول اللي ما عندهاش انترنت مثلا ما هو مش هيخش الجمهور الشخص اللي هو العادي اللي هو ما عندهش ثقافة بكميتر قوي مش هيخش يعرف البلاتفورم ده ويخش فكانت النتيجة أنه محمد صلاح ضعت عليه فرصة مصر لأنه مصر الحج سر ودسويلم راح يحج ساب الدكتور علاء عبد العزيز مدير تنفيذي يصوت الاستمارة في فترة فراغ إداري ضع صوت مصر على محمد صلاح زعل محمد صلاح لكن النهاردة الأستاذ عمر الجنيني قال أنه هو كلمه طيب بخطر وشرح له اللي حصل وأنه كان خطأ إداري غير مقصود نتيجة هذه الفوضى الإدارية للأسف دكتور كنت سعيد جدا بيك استمتعتنا أنا أسعد والله ربنا يوفقنا إن شاء الله في دايما في مصر أننا نوصل بالمستوى الاحترافي العالمي ونفسي أشوف برضو الأندية المصرية تعود تاني إلى الساحة الإفريقية بذلك دور الأبطال غاب قوي صحيح؟ إن شاء الله نحتفل هنا بدور الأبطال إن شاء الله بإذن الله بإذن الله دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل إن شاء الله بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي في الحديثة عشر مسائل اثنين القادم إن شاء الله أسبوع على خير شكرا